اليوم نوجد كيف وصفة المبرجة والبراج والسر اللي يخليهم بشيجوا بيان دوغي ويحمار ومليح واللون تحوم واحد عندي هنا زوج كيلات ممسوحين ونصف كيلة سميد متوسط ونكمل نعمر اللوبول بنصف كيلة سميد رقيق نحط نصف مغرفة صغيرة مشي معمرة ملح في كل كيلة ناخد سميل مرجان اللي نوعية تاهم مليحة بزافر خدمت بهدل فوما اللي فيه 900 جرام وكيلت كيلة غربع دوبته وخليته يبرد ونزيد نعمر الباقي بالزيت وهنا راح نزيد مكوينين هما اللي راح يعاونوا لابات باش تحمر درت زوج معها في كبار عسل ونصف مغرفة كبيرة مشي معمرة بزاف بيكابونة دوسود نخلط كلش حتى كل حبة تاهمية تتغلف بليدهم لملع عجينة بخالي ستاع الماء والمزهر درت كيلة غربع ما والباقي مزهر نقسمها على زوج نغطيها ونخليها تريح على الاقرن الساعة نوجد لها فخص بعجينة التمر درت 600 جرام مع مغرفة صغيرة سمن نصف مغرفة صغيرة قرفة وغير شوية مزهر ونعجينها حتى تطرة نحل العجينة الليولة على البابية كويسون ولا البابية فيل واذا اول مرة حديروا هاد الوصفة خلوها صغيرة ما لازمش تكون كبيرة بزاف باش تجيكم سهلك تحتوا عجينة فوق الاخرى نحل تاني عجينة التمر لازم الحجم التحها يكون قل شوية من العجينة وهنا نفتح العجينة اللي راح تكون ملتحت نحط فوقها عجينة التمر ونغلقها من فوق بالعجينة التانية نغلق ملح للطرف هكدا حتى يتخبط تمر وبعد نفتحها بالحلال ونقطع دي لوزنج ونطيبهم فيه تاجين ولا مقلة تكون تقيلة وهنا قبل ما نطيبهم درت لهم هادلي موتيف بالموس ويطيبو على نار بين قليلة ومتوسطة باش يحمارهم كل جيهة